الاشتباكات تجددت فجر اليوم بين الجيش السوداني والقوات الإثيوبية في منطقة الفجغة الصغرى الحدودية بحسب الجيش السوداني الذي قال إنه كان يقوم بتمشيط المنطقة وتنظيفها من بعض الجيوب والكمائن التابعة للقوات الإثيوبية إثيوبيا نفت القيام بهجمات على الجيش السوداني وحملت جبهة تيغراي مسؤولية استهداف أراضي سودانية حيث أكد الناطق باسم الحكومة الإثيوبية أن عناصر من جبهة تيغراي تجري تدريبات في السودان وتتلقى الدعم من جهات أجنبية لم يحددها في محث أبي أحمد قوات جبهة تيغراي ومن يقف في صفها إلى الاستسلام لإنقاذ أرواح أهل الإقليم من جانب آخر عرفت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى احتجاجات ومظهرة شعبية أطلق عليها مليونية الثلاثين نوفمبر رفضا لقرارات مجلس السيادة السوداني الأخيرة الاحتجاجات التي يقودها تجمع المهنيين وبعض كوادر قوى الحرية والتغيير تأتي في إطار مواصلة المعارضة السودانية تصعيدها الجماهيري وفق تعبيرهم اشتركوا في القناة